أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن وزير الدفاع لايد أوستن لم يتلقى أي إشعار مسبق بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قال مسؤول بالبنتاجون أن أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي آف جالانت بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وأوضح أنه لا تغيير في وضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن